بخيراتنا من دخل نتيزة مع هذا إن شاء الله او ارتباطيك دقال هوليرو كردستان وإراق وانا ليرا هاتون تانين تقويتك وتواويه مشكلاتك تاي الصاحب واميد خداي لبيني ليست عادة عند إيران أن ترسل مسؤولا بحجم رئيس البلاد لكي يتحدث الكردية مع الصحفيين في أربيل زيارة دبلوماسية لكنها تحمل إلى كردستان الكثير من المعاني السياسية والأمنية والإقليمية كانت أربيل بالنسبة لطهران حتى وقت قريب ملاذا آمنا لمن تصفهم بالعملاء ومهدد أمنها القومي وهو ما استدعى قصفها مرارا وتكرارا لكن الوضع يتجه الآن إلى التغيير كثيرا وفي لقاء الرئيس الجديد مسعود بزشكيام مع القيادة الكردية المتمثلة بالرئيس مسعود بارزاني الكثير من بوادر السياسة الناعمة وقبل اللقاء الذي جمع الرئيس بارزاني برئيس إيران وأثمر عن توجيه دعوة رسمية لزيارة طهران عقد المسؤول الإيراني أيضا اجتماعات مع رئيس إقليم كردستان نجرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني وعدد من كبار المسؤولين ووفق ما تردد من وسائل إعلام كردية فأن جميع اللقاءات ناقشت أمرا واحدا السلام والاستقرار وتتسم السياسة الجديدة لإيران منذ تعيين بازشكيان بنوع من الهدوء والتأني وكأن طهران تريد تغيير ملامحها الحادة التي أسفرت عن أزمات بالغة الخطورة في المنطقة لكن تسريبات تأتي من داخل إيران تتحدث عن حالة من عدم الرضا سادة الأوسط المتشددة في إشارة إلى حرس الثورة الذي لا يتحمس كثيرا لتحركات الرئيس الجديد زاء الملف العراقي ويرى فيها شأنا خاصا وزادت الخلافة كثيرا بين الفريق الدبلوماسي في إيران والحرس القديم المعروف بتشدده عقب اغتيال الحاج قاسم وهو ثاني أرفع شخصية في النظام بعد المرشد الأعلى وقد انعكس ذلك سلبا على قدرة طهران في توحيد الفصائل العراقية وإبقاء التحالفات السياسية الشيعية قائمة تحت مظلة واحدة